ويضم معنا من مارب المحلة السياسية دكتور عبد الملك اليوسفي بداية دكتور مساء الخير وأهلا بك إلى أي مدى وصلت الخلافات بين طرفي الانقلاف في اليمن والمتمثل في المخلوع الحوثيين مرحبا أستاذ سالم بك ومشاهدين الكرام ما يحصل الآن في منطقة المدان في عمران أن هناك اشتباكات مسلحة بين أنصار لصالح مع الحوثيين بعد اختطاف مدير مكتب المحافظ هذا الكلام هو واقع الآن أنا أقرأ الخبر من مصدر السليم كنت تحدثت قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أن هناك اشتباكات مسلحة قادمة ومفقار للموقف ولازلت أؤكد على هذا الموقف أن هناك اشتباكات مسلحة عندما ننظر إلى ديناميكية الموقف الحاصل الآن بين الحوثيين وصالح وأنصار صالح الذي حصل أنه حصل تغول على المال على السلطة إهانة للكرامة يعني تقريبا الآن وصلوا إلى ما لا يمكن أن يصل مع أنصار علي صالح الذي وقف معهم كثير من الناس كان مغرر بهم باسم الوطن العدوان الكلمة هذه الآن يعانون في حين ينظروا أنه قاع المجتمع الذي كان عصابات منظمة الآن يعملوا العقارات ويفتحوا المولات ويعملوا التجارة هذا بدأت تولد في فنك أمر آخر مهم جدا في هذا الخلاف والاستقراء المسارات المستقبلية الحالية لهذا الخلاف واقع ذلك الضغط الشديد المقرف من قبل الحوثيين على أنصار صالح استراتيجية التسامح من أيد الشرعية فهو آمن اللقاء الأخير مع الأمير محمد بن سلمان حفظه الله وضح سقف أنه ما في السقف يعني حتى علي صالح هذا الذي حاصل بين الطرفين أنه هذا يقول أهل وسهل ومرحبا وبالتالي أعتقد أن الأمور تحول الآن أنصار صالح إلى مؤيد مستقبلي للشرعية أو مقاتل مستقبلي مع الشرعية دكتور لكن لماذا تخطط الميليشيات الانقلابية باغتيال صالح هل نتوقع مزيدا من الخلافات والمواجهات بينهما هو يعني في أمر مهم ضروري ما نعرفه أنه علي صالح كون حلقة من المقربين منه يعني بالنسبة لحمايته الشخصية كشخص في إطار المكان الذي مقم فيه معه دوائر مقربة تحفظ فيها ولاء وعناصر الولاء كثير لكنه لا استطيعني أخرج من صنعه يعني بمعنى يعني هو محاصر محاصر الحوثيين لا يمكن أن يسمحوا له الخروج من صنعه حاولوا أكثر من مرة اغتياله كان هناك تسريبات أحيانا من باب الهنكي بنكي بالنسبة للمغالطات وهناك حصلت حقيقية من مصادر موثوقة جدا أنه كان هناك محاولات والحوثيين يريدون إزاحة صالح من المشهد يعني بالفعل دكتور المصادر صحيح عندما قالت أن المخلوع علي عبدالله صالح يقبع تحت تهديد وتحت التضييق المطبق من قبل الحوثيين تحديدا من يعرف علي عبدالله صالح قبل 2010 الرجل كان خلاص يعني وصل أنه يشرب السقائر في البروتوكول أمام الملوك وكان يعني الآمر المطلق في اليمن الإهانات التي تحصل الآن لأصحابه في وجوده له يعني الآن القيادة الحوثية يكاد يسيق له أكثر مما يسيق له أنصار الشرعية هذا يدول أن الرجل مضغوط أنا أتكلم أنه أموره الأمنية على مستوى الحماية الشخصية أموره أوكي طيبة بس لو خرج من قحره أخوفه من الحوثيين أكثر من خوفه من التحالف لكن دكتور إذا ما تحدثنا بشكل محدد ما هي نقاط الخلافة الرئيسية بين المخلوع والحوثيين في هذه المرحلة السلطة والثروة هي نفس خلافهم مع اليمنيين كلهم يعني الحوثيين أتوا يرفعوا القرعة ثم حاولوا أن يستقطبوا كثير من القطاع الزيدي الذين انكشفوا ثم الأسر التنثسب للهاشمية بأمور مغالطة عبر خطاب خلايا استخباراتية إيرانية وهم في الأخير يطور الصراع أساسا على السلطة والثروة أخذوا الثروة من سرقوا الثروة اليمنيين جميعا ثم كان فنة مهامش مساحة لأنصار علي عبدالله صالح يأخذوا حتى أنصار علي عبدالله صالح الآن يصادلوا عقاراتهم يأخذوا بهم يقيلهم من المناصب وبالتالي الآن تقريبا تقول المسألة ليست مسألة تهميش وإنما تقريف يعني الناس الذين كانوا مع علي عبدالله صالح حتى كانوا معهم مغال وفلوس وكذا أصبحوا الآن يعني مفيش مخنوقين وحتى الذي معه عقار مش عارف يبيعه مش عارف يتصرف فيه والذي معه أمور مملوكة ومعصول ضيقوا عليهم يعني أقصد أنه الحوثيون يفعلون كل الذي فعلوه مع اليمنيين مع خصومهم هم اليوم يفعلوه مع أصحاب علي عبدالله صالح وكل يوم يكشفون وجه أقبح مع أصحاب علي عبدالله صالح وما غيرهم يعني أنا وحدي ومن بعد الطوفان هذا شعر الحوثيين نعم دكتور يعني إذا ما تحدثنا عن الوضع الميداني يعني هذه الخلافات هل تعتقد أنها ناتجة عن الضغط الذي يواجه المخلوع الميليشيات الحوثية من قبل التقدم من قبل الجيش الوطني والمقاومة في عدد من الجبهات المختلفة وتحديدا اتجاههم إلى صنعاء نعم هناك هناك أثر لمسألة تقدم المقاومة والجيش الوطني يعني الاقتراب غرق السفينة تبدأ كل القرذان تقفز من السفينة هذه السفينة القذرة بس الذي حاصل أنه الأمور الخلاف هناك على الدوافع أكثر من هذا هناك يعني في ثأرات الآن يعني في ثأرات بين الحوثيين وأنصار علي عبدالله صالح مثلما بينهم ثأرات وبقية اليمنين وأعتقد أنه صحيح هناك يعني الضغط القادم أنا أتكلم أنا قريب اللواء محمد المقدشي مثلا رئيس الأركان في ناس ما يتكلم يشتغل بصمت لكن أقول لك وأنا أطلع على فعل هذا الرجول في هناك يعني ترتيبات معينة الآن لعلها تصلي على عبدالله صالح لأنه الجيش الوطني في داخله كثير من النصار صالح الذي نبه وهم عارفين أنه الحسم قادم قادم بس مسألة الترتيب لفاتورة الدم وهناك أيضا ترتيبات لفاتورة الدم فالنصر قادم وقرب الانتصار قرب إنهيار الحوثيين أيضا تعمق مسألة الخلافات نعم مأرب الكاتب والمحلل لسياسي دكتور عبد الملك ليوسفي شكرا جزيلا لك